متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها تصريحات خطيرة جدا جدا للقيادة البارس في حركة النهضة نردين لبحيري ورد عمر أصحابه خاصة وأنه لبحيري يحكي على تدخل مصري إماراتي للإنقلاب في تونس وبتبعها بش يمشي إلى المحور الثاني المضاد اللي هو قطر وتركيا ويصبح الصراع دولي في تونس على مسائل داخلية في تونس برشة تفاصيل في هذا الفيديو ولكن فضلا وليس أمرا كان أنت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تفعل الجرس بشتصلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بكم من نسي كل مرحبا بتفاعلاتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو وشنو قال نوردين لبحيري آخر تصريحاته الصحفية اللي أثارت جدل واسع عليش على خاطر يدعو إلى التفرقة يدعو إلى التدخل الأجنبي وسيسة المحاور في تونس يعني يوجه اتهامات صريحة إلى دول بعينها إلى محور بعينه الإمارات ومصر لضرب الدستوري الحر ويشرعا لتدخل المحور المضاد اللي هو تركيا وقتر في الدولة التونسية شنو بش نلقاو هوني بش نلقاو صراع المحاور يدور على أرض تونسية هما أجنب والمشاكل تونسية وهذه الحرب تدار على الأراضي التونسية كذلك نوردين لبحيري هدد بحرب أهلية التفاصيل تقول لتصريحات البحيري الصادمة لمثلة صدمة هزة الرأي العام شنو يقول فيها؟ يقول البحيري اللي الأعمال اللي تقوم بها عبر موسي تندرج في إطار تهيئة الأجواء لتدخل الإمارات لتنفيذ انقلاب في تونس وكذلك ورت مصر أيضا في السعي إلى الانقلاب في البلاد التونسية يجي هذا في ظل حديث عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح أسيسي زيارة منتظرة الأسبوع المقبل بعد قرارات 25 جوليا وأيضا هناك إمكانية لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون إلى تونس لتكون قمة ثلاثية بين الرئيس التونسي ورئيس الجزائري ورئيس المصري ونذكر مع بعضنا أن الإمارات بعثت وفد رفيع المستوى إلى تونس ستقابل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وكان محمل برسالة خطية من رئيس دولة الإمارات وبتباعة الحال أكدوا دعمهم لقرارات 25 جوليا دعم مطلق من الإمارات البحيري بعد هذه الزيارة يعني يهاجم الإمارات ومصر ويتهمهم الزوز بمحاولة تنفيذ انقلاب في دولة التونسية يقول البحيري اللي عابير موسي خضعت للإملاءات المصرية والإماراتية وهذا بش يأتي على الأخضر واليابس إذا كانت تصير انقلاب إماراتي مصري في تونس فإنه سيأتي على الأخضر واليابس وهذا فيه تهديد مباشر وتهديد صريح على أنه يعني فم حرب أهلية بش تصير في تونس الكلم هذا ما هوش كلم اعتباتي وإنما كلم مدروس وحابي وصل منه رسائل مهمة نوردينا البحيري أنه حركة النهضة للي ظن اللي هي انتهت بعد خروجها من البرلمين في 25 جوليا أنه مخطع حركة النهضة ما زالت قائمة حركة النهضة تولم لم في الجراح امتاحها بعد 25 جوليا بعد سقوطها من الحكم ولكن ما زالت موجودة حزب ما زال قائم حزب عنده القواعد متاعه وعنده المناصرين متاعه حزب رغم الخلافات الداخلية اللي فيه ولكن ما زال يتمسك وما شفناش يعني أحزاب أخرى تنشق عليه رغم اللي شفنا بعض الاستقالات منه نلقاه أيضا عدة قيادة بيرزا اليوم يصرحوا صراحة أنه الغنوشي هو من يتحمل مسؤولية الأوضاع السياسية عبدالتيف المكي كان أكد وقال أن حركة النهضة تتحمل مسؤولية المشاكل اللي صارت يويل عشر سنوات وهذا تصريح اللي لازم يكون اللي حركة النهضة ما تبنتوش لأنه رجل الغنوشي ماضي في التعنط ولكن اللي لازم تقول حركة النهضة دبلوماسياً كنحكي وهي تقول اللي هي أذنبت في حق الشعب التونسي وتتحمل المسؤولية متاحة وقتها تنجم ترجع كما أقبل ولكن الإصرار على أنه هي ما عملت حتى شيء والإصرار على أنه المنظومات الكل مخترقة ومهترئة هذا لا يخدم حركة النهضة عمر أصحابه يرد على هذه التصريحات ويقول أنه كيف يقول البحيرة سيأتي على الأخضر واليابس هذا يعني بش تكون فم حرب أهلية في تونس ويعني حذر عمر أصحابه من تدويل الصراع السياسي التونسي بذريعة أنه الحزب الدستوري الحر يدعم مصر والإمارات فأحنا خلينا نمشي للمحور المضاد اللي هي قطر وتركيا وهي تصريحات خطيرة جداً أيضاً إلى الاستعداد والاستنفار لهذه الفرضية الخطيرة وهي الصراع الدولي الصراع السياسي الدولي في تونس وكل له مصالحه وكل طرف عنده الحكومة اللي تدعمه ساعات حتى في الدولة الوحدة فمزوز حكومة كل حكومة تدعم طرف معين حذر من هذا الأمور ولكن نلقى خصوم رئيس قيس سعيد أصلاً اليوم هما يقفوا معاه على نفس الخطا ويدعيوه إلى أنه ما يتراجعش إلى ما قبل 25 جولي هذا اللي صار بالضبط مع لطفيلم رايحي شديد الانتقاد للرئيس قيس سعيد ما يعجبه حتى شايد ما ينتقد ديما يعني بالنسبة لي قيس سعيد مع مل حتى شايف رئيسة اليوم لطفيلم رايحي أعجبه بخطوات قيس سعيد في 25 جولي ودعاه إلى عدم التراجع عن هذه القرارات نحكي وزيد اليوم على أنه برشا قيادات في حركة النهضة تحمل المسؤولية إلى رئيس حركة النهضة في البرلمين طبعاً الكليم هذية اللي يجي من عدة قيادات اليوم حتى موجودة في حركة النهضة ونلقاوا اللي برشا قيادات زيدة حاولت أنها تنقلب على موقف سابقة كانت دعمت قيس سعيدة تبدلت عليه وإلا كانت دعمت رجل الغنوشي تبدلت عليه أو العكس كانت نجمة تكون موالية إلى شخص معين واليوم انقلبت بسبب المصالح وكل حد وكيفيش التشخيص امتاعه وكل حد وكيفيش يشخص الأزمة في حركة النهضة ذيك عليش اليوم نلقاوا خلافات بين رجل الغنوشي اللي يعتبر أنه لازم يتحدى قيس سعيده ولازم يحرجه دولياً ولازم حتى لو كان يلزم يخدم ضد الدولة تونسية ما يجيبش التلقيح وما يجيبش المساعدات المهم يفشل أو يفشل طرف معين وهذا طبعاً مش مطروح بالمرة الشعب التونسي شعب ذكي جداً وشعب التونسي شعب يتابع الوضع السيسي عن كثب بصحيح الأمور الاقتصادية ما هيش على ما يرام المقدرة الشرائية ما هيش على ما يرام برجحة جيتغليت اليوم شاب تونسي تلقى معادل الأعمار في 35 سنة 34 36 سنة فما فوق ما همش متزوجين وما كونوش عائلات وما عملوا حتى شي في حياتهم اليوم حتى الخدمة ميم خدمة ما عندهم شي خدمة إذن الأمور متحولة للغاية وإن شاء الله يا ربي يحمي تونس ونحن ما نشمع التدخل للإماراتي للمصري للقطري للتركي الكل هم ما يدخلوش فينا هذي أمورنا نحلوها بمعرفتنا نحلوها يعني بطريقتنا بالتفاهم بالتوافق بالحوار باللي هو المهم ما نوصلوش رو أحنا كيما صار في ليبيا زوز برلمانيت وزوز رؤساء حكومية وزوز 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 المهم أحنا اليوم نخدم بشكل واضح في الدولة التونسية وقاعدين نسجلوا في أهداف مهمة جدا جدا هذيك عليش تصريحات البحيري كانت خطيرة جدا ووجب الرد على هذي التصريحات لإذاح عدة أمور مهمة للغاية موسيقى موسيقى